محمد صبح كان مفتاح لعب مهم في الشوت التاني تحديداً وكان فيه لعبين آخرين عارفوا يطلعوا الزمالك من الضغط الزمالك استخدم فتوح كعادة الزمالك يعني استعاد تاني فتوح فلو يعني ممكن فيه هجمة في بداية المباراة اللي دي أربعة استخدم فيها فتوح الزمالك بتضغط عليه بيروح طبعاً للجابة اللي هي طول السنة اللي فاتت موسم اللي فات كانت شغالة بفتوح أشرب بن شرقي لخروج الزمالك من أي ضغط طبعاً في الزمالك فقط بن شرقي ومع وضوش بس وجود فتوح بيسمح بدا هنا بص هنا مع ضغط الترجي حيلجأ ليه أفضل لعب الزمالك فيه اللي هي القدرة على التحكم في الكورة ومواجهة الضغط وتلاقي بقى لعب يقدر في أي ظرف يحط كوبري وكلام من ده هنا بص فتوح بيستلم وبيرسل الطويلة في مساحة مظبوطة جداً لمصطفى شلبي اللي هي الهجمة اللي كانت في بداية اللقاء اللي راحت بعد كده مصطفى شلبي لعبها لزيزو ده كان أحد الحلول دي زيزو ما سلامهاش بشكل كويس الحل التاني بقى المفاجئ اللي هو محمود شاكراً اتكلم عنه في الجون التالت لا في الجون التاني كمان أنا عجيب الصورة أنا عايزك تبص على طول التمريرة أنا بص هنا هو عادي جداً أن الحارس طبعاً هي مهارة أنه يعملها لزيزو في المسافة دي وصلة بالدق أنا بكلمك هنا على جالب تاني بقى القوة في الإرسال بص هنا أول طبعاً للكورة في الصورة اللي بعدها أول طبعاً للكورة حتتم فين هو هنا بحطها منطقة الجزاء دي أول طبعاً للكورة على فكرة هو هنا قطع طول الملعب وبرج العرب من الملعب اللي هي سحيتها مزغيرة فهي هنا أول نطة للكورة كانت على حدوث منطقة الجزاء وده إذا مالك استخدمه المدافع هنا بيبقاش متهيئ أن فيه حد حيرسل الكورة بالطول والعمق ده هو بيبقى واقف عموماً في آخر 30 يار ده فالرجوع بيبقى صعب لأنه بيرجع بضهره المدافع ما بيرجعش لوشه الجونه بيرجع وضهره الجونه فالرجوع حينما بيبقى حارس عنده القدر أن يدي الكورة المسافة طويلة زي دي بتبقى مميزة جداً سيدي أنت عايز تتكلم عن شوط الثاني عشان نتكلم أنا أوقفل بقى موضوع الزمالك في شوط الثاني يعني المشكلة في اللي كانت في بداية الشوط الثاني في الربع الأول من الشوط الثاني كانت أن الترجي نزل بمهاجم ثاني والزمالك ما عملش فريرة يمكن إحنا أشادنا به في الموتش بس كان ينقصه الرئاكت السريع دي هجمة كانت بمثابة جرس إنذار كانت محتاجة الزمالك زي ما عمل بعد الجون ولعب ثلاثة وبدأ يقفل بص على اللاعب اللي واقف جنب رقم 25 اللي وراء الحكم ده الفرود الثاني اللي نزله الترجي النهاردة بين عيادة بص هو بتحرك إزاي الكرة هنا ناحية اليمين بص بيتحرك إزاي خطوة في الثانية كمل كمل بقى فرود ثاني بقى استفاد من الموقف اللي هو بقى في ظهر المسلوسي اللي بقى الظهير أيمن وبيضم من الضغطية العكسية بص الكرة دي المراحت هو حمل الرأي رفع علىها خطأ عمل علىها نياء تسلل بس هيما كانتش تسلل لان بقيت لعبة جديدة من المهاجم اللي ما كانش متسلل وراحت لبن عيادة اللي حطها وما دخلتش جون بس الحكم حسابها تسلل بس أنا بقول ان الكرة دي كانت جرس انذار في الرأي كان لازم يبقى رأيكت سريع شكوها شوية اللي هو الرأيكت اللي عملوا بعد الجون الاول بتاع الترجي وقالى بطريقة اللعب لعب ثلاثة ونزل سيد عبدالله عشان يقفل مع حمزة المسلوسي فبدأ تأثير الترجي لو نفتكر بعد اول ربع ساعة في المباراة بدأت يبقى فيه خطورة ولكن خطورة الكوار العالية اللي مدافعين الزمالك أجادوا التعامل معها ولكن الخطورة الحقيقية اللي زي الفرصة دي وزي الهدف لا انتهت كان فريرة الفرصة دي كانت بالنسبة لنا جرس انذار الفريرة كان مبفوض يبقى رأيكت فيه أسرعي موسيقى